في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد يتزايد العزوف عن زراعة محصول الذرة في محافظة بابلة نتيجة الشح المائية وارتفاع تكاليف الانتاج بالاضافة الى تراجع الاسعار وهو ما يهدد احد المحاصيل الاساسية التي تدخل في انتاج الزيوت النباتية والاعلاف الحيوانية الواقع الزراعي كما هو معروف اليوم شبه متأخر بشقيه الحيواني او النباتي وبالاخص الذرة الصفراء الذرة الصفراء طبعا محصول استراتيجي مهم لكن اليوم اكو عزوف كامل عن زراعته من قبل الفلاحين لاسباب اولا سعره المتدني بالاسواق وكلفة الانتاج العالية وزراعته تكون في موسم الصيف يحتاج الى كميات كبيرة من المياه وكميات كبيرة من الاسمدة الكيمياوية وبالتالي اصبح محصول غير مجدي وعزوف الفلاحين عن زراعته الذرة محصول صناعي زراعي لانه علفي واحنا بحاجة ما نسأل لكن مع الاسف يبدو حسب رأينا احنا كمزارعين انه المستوردين هم اللي ربعانين لان المستوردين ثقال بل لما ما يصير عندنا انتاج الذرة راح نستورد منبر مثل استيرادنا لاي شيء اخر المسؤولون المحليون في محافظة بابلة اكدوا على ضرورة تقديم الدعم الحكومي للمزارعين خاصة في ظل الارتفاع المستمرة لتكاليف الانتاج مطالبين بخطوات عملية لدعم هذا القطاع الزراعي الحيوية وتوفير الدعم المالية والتقنية للمزارعين لمواجهة التحديات الحالية تم زراعة 9000 دونم ذرة صفراء ولاحظنا عزوف الفلاحين عن زراعة هذا المحصول وذلك لأسباب عدة منها الشحة المائية القاتلة وتردي سعر تسويق الذرة الصفراء بالتالي تم زراعة مساحات ماكو نسبة يعني 9000 من 88000 نسبة ضئيلة جدا يعني ناشد الحكومة المركزية بالاهتمام بهكذا محصول اقتصادي يدخل كأعلاف مركزية وأساسية في العليقة للأسماك والدواجين والمشترات الاهتمام بهذا المحصول يشمل بالدعم وتبقى زراعة محصول الذرة في محافظة بابلة وغيرها من المحافظات العراقية بحاجة ماسة إلى دعم حكومي مدروسة يسهم في استعادة نشاط هذا القطاع الزراعي الحيوية الذي يمكن أن يكون رافداً اقتصادياً هاماً في ظل التقلبات العالمية بأسعار النفطة من محافظة بابل معتز العبودي زاكروس تيوي